اشتركوا في القناة الغاء جزء من الازمة القائمة بينهم وبين حكومات العالمية بدت هذه الكلمات التي خرجت من احمد منصور المديع في قناة الجزيرة القطرية كما لو كانت انقلابا على التنظيم الدولي للاخوان المسلمين الذي يشغل حاليا ابراهيم مونير مصطفى المقيم في العاصمة البريطانية لندن منصب الامين العام له فالتنظيم الدولي ليس وهميا ولا واجهة يرعب بها الاخوان حكومات العالم كما قال منصور فهو لا يقتصر على اشخاص تجتمع من وقت لاخر في اسطنبول او احدى العواصم الاوروبية بل واقعه على الارض انه يمثل شبكة من الجمعيات والمراكز والشركات والمؤسسات المالية اسست منذ عقود ومنتشرة في بلدان عديدة غرضها الاساسي هو خدمة اهداف جماعة الاخوان الحركات الدعوية اهدافها بتبقى معروفة لكن التنظيمات السرية التي تاخد الطبيع الدولي زي تنظيم الاخوان اصبح له وظائف جديدة اهمها احداث ما يسمى بالانقلاب من الدولة العلمانية الى الدولة الاسلامية اهمها ان يحدث تكدس للاموال على مستوى العالم في يد هذا التنظيم الهدف من انشاء التنظيم الدولي يعمل على توحيد الفكر والخطط والبرامج اللي بيقوم بها الاخوان على مستوى التنظيمات الاخوان في الاقتار المختلفة بحيث ما يبقاش فيه قطر فيما تعلق بالفكر فيما تعلق بالثقافة بالمنهج بالوسائل بالاليات مختلفة عن التنظيم الاخر يصبح هذا التنظيم الدولي نوع من المخابئ الامنة لاي الضغوطات تحدث على التنظيمات المحلية عام 1928 وفي مدينة الاسماعيلية وضع حسن البنة اللبنات الاولى لتنظيم الاخوان الذي ما لبث ان انتقل به الى القاهرة وباقي رضوع مصر كان السمع والطاعة هو المبدأ الاساسي الذي وضعه البنة وقامت عليه العلاقات بين اعضاء التنظيم في مختلف الاقتار ومرشدهم طاعة عمياء وقسم ولاء يردده اي عضو جديد ينضم للجماعة يلتزم فيه بعدم عصية اوامر قياداته اللهم إن نفسه ونعالده على ان نعمل على نصره فيه ودعوته تحت راية الجماعة الاخران المسلمين رأى البنى في جماعاته الوليدة نواة لإعادة ما يسمى بالخلافة الإسلامية التي سقطت قبل أربع سنوات من بدء دعوته فتعامل مع المجتمعات الإسلامية وخاصة المجتمع المصري حين ذاك كما لو كانت مجتمعات جاهلية تحتاج لتتعلم دينها من جديد إننا أيها الناس فكرة وعقيدة ونظام ومنهاج لا يخدد بيباباك ولا يقلد بيباباك ولا يخدد بيباباك ولا يخدد بيباباك ولا يخدد بيباباك ولا يجهد أمر حتى يرتلا بالأرض من عليها ذلك لأنه نظام رب العالمين ومنهاجر في المزامين نجح البنة في بسط قواعد جماعته في الداخل فبدأ يفكر في نشر دعوته خارج القطر المصري حسن البنة أسس تصوراته على فكرة عالمية الدعوة اللي هي أصبحت يمثلها في القرن العشرين دعوات للإخوان بعتبر أنها هي الدعوة التي تعيد إحياء الإسلام مرة أخرى أنشأ البنة داخل الجماعة قسما خاصا أطلق عليها قسم الاتصال بالعالم الإسلامي كان القسم بمثابة النوال الأولى للتنظيم الدولي للإخوان فيما بعد هناك فرق كبير جدا من قسم الاتصال بالعالم الخارجي أو الإسلامي وبين التنظيم الدولي فقسم الاتصال بالعالم الخارجي ناتج من مفهوم عالمية الدعوة أنه لا تقتصر الدعوة في أي زمان على أي مكان معين وإن بدأت منه يعني تفتق زين حسن البنة على نقاط للارتكاز أساسية في الخروج بدعوته من إطار المحلية إلى إطار العالمي كان أحد هذه النقاط قسم الاتصال بالعالم الخارجي أو الاتصال بالعالم الإسلامي مهمة هذا القسم حكتين اتنين أساسياتين ممكن نقولها في حاجة الاتصال بالعالم الخارجي وفي مقدمته العالم الإسلامي سواء كان هذا الاتصال في بلدانهم أو الوفود التي تأتي إلى مصر لشرح الدعوة لهم وتبيان حقيقة هذه الدعوة ومفهوم الإخوان المسلمين ساعد قسم الاتصال بالعالم الإسلامي الذي كان موجوداً وقتها في مقر الجماعة بحي السيدة زينب بالقاهرة على إنشاء فروعاً وشعباً للجماعة في الأقطار العربية والإسلامية أساس نقل التجربة إلى البلدان وفي مقدمتها بلاد الشام والسودان كان نتيجة حضور بعض الطلبة الذين كانوا يدرسون في الأظهر أو الجماعات المصرية للندوات والمؤتمرات واللقاءات التي يقيمها الإمام الراحل حسن البنة كان اعتماد البنة على نقل تجربة الأخوان خارج مصر على عدد من كوادر التنظيم حين ذاك وكان على رأس من أوكل إليهم المهمة سعيد رمضان صاحب الدور المحوري عبر قسم الاتصال بالعالم الإسلامي في بناء تنظيمات الأخوان في دول عديدة بجانب أنه فيما بعد أصبح العقل المدبر لبناء شبكة الأخوان في أوروبا في تلك الفترة كان هناك بعض النابهين والمفوهين بين الطلبة وخصوصا في جامعة القاهرة فكان هناك مثلا الدكتور مصطفى مؤمن كان لسه طالب في ذلك الوقت وكان الأستاذ سعيد رمضان كان الدور الأساسي لهؤلاء هو نشر الدعوة بين الطلبة والسفر إلى الخارج في لقاءات الطلبة في هذه الفترة كان ثقة حسن البناء تقريبا شبه مطلقة في سعيد رمضان وكان كاتم أسرار حسن البناء بشكل كبير الهدف الأساسي عند حسن البناء هو تأسيس شعب داخل العالم الإسلامي لجماعة الإخوان وبالتالي كان أول مهمة كلف بها سعيد رمضان هو تأسيس شعب الإخوان داخل القدس في العام 47 أغتيل حسن البناء في الثاني عشر من فبراير عام 1949 بعد أكثر من شهرين من اغتيال الجماعة لرئيس الوزراء ووزير الداخلية النقراشي باشا الذي كان قد أصدر قرارا في الثامن من ديسمبر عام 1948 بحل جماعة الأخوان ومصادرة سجلاتها ووثائقها وأموالها بل وحظر نشاطها وغلق جميع مقراتها بعد أن ساعدت الصدفة البحثة الأمن المصري في اكتشاف السيارة الجيب التي كانت تحمل أسلحة ومتفكرات وأوراق خاصة بالتنظيم السري لجماعة الأخوان أو كما يطلق عليه النظام الخاص وهو التنظيم الذي أسسه البناء في عام 1940 بهدف مساعدة الجماعة في تدريب أعضائها على حمل السلاح وتنفيذ الاغتيالات السياسية كواقعة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق أحمد باشا ماهر في الرابع والعشرين من فبراير عام 1945 الذي اغتيل على يد أحد أعضاء النظام الخاص ردا على إسقاط الحكومة لحسن البنة في انتخابات البرلمان بدائرة الإسماعيلية وحادثة اغتيال القاضي أحمد الخازندار في الثاني والعشرين من مارس من عام 48 والذي كان ينظر قضية تورط عدد من أعضاء جماعة الأخوان في تفجير سينما مترو كانت الدعوة وصلت للسودان وصلت الأردن وتأسست جماعة الإخوان المسلمين وصلت لبنان وصلت فلسطين وسوريا فأصبح هناك إمكانية لأن يتحرك الإخوان خارج مصر لسد الفراغ التي حدثت في مصر بعد عام ونصف من اغتيال البنة أختير حسن الغضيبي عام 1951 مرشدا عاما للجماعة وبدأت الجماعة وفق اتفاق جديد مع القصر تستعيد نشاطها بعد عامين من قرار الحظر فاستعاد قسم الاتصال بالعالم الإسلامي نشاطه داخل مصر وخارجها حتى جاءت ثورة الثالث والعشرين من يوليو عام 1952 أيد الأخوان بقيادة حسن الغضيبي حركة الضباط الأحرار في الإطاحة بالنظام الملكي وبدأ للهضيبي أن التحالف الجديد مع ضباط ثورة يوليو سيسمح لجماعته بتقاسم السلطة معه وفرض رؤية الجماعة على الجمهورية الوليدة في مصر آنذاك فكان الصدام حتميا فقد أصدر مجلس قيادة الثورة في يناير عام 1954 قرارا بحل جماعة الأخوان ليتم حضرها من جديد لتبدأ بعدها الجماعة مرحلة الشتات الأولى خاصة عقب حادثة المنشية ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لا بالتأكيد بعد الحادثة المؤسفة بعض الطلبة اللي كانوا يعني عايزين يسافرهم أو عندهم منع أو راخبين في المنع وبعض الناس اللي استطاعوا الهرب من الاعتقال انتشروا في أماكن عديدة ومن هذه الأماكن بريطانيا وأمريكا والسعودية وليبيا والجزائر والخليج بصفة عامة قطر على سبيل المثال جزء آخر تحول إلى أوروبا إما للدراسة واستخدم الدراسة فيما بعد لخلق قنوات اتصال مع الجاليات الإسلامية كانت الهجرة الأولى للإخوان المسلمين المصريين خارج مصر فمنهم من استكان وفطل الحياة بعيدا عن الصراع ومنهم من أصبح له علاقة قوية جدا بالنظم الخارجية زي المملكة العربية السعودية وخصوصا في عهد الملك فيصل أما سعيد رمضان فكانت ضمن قيادات الأخوان ممن فضلوا أوروبا كمقصد لهم وللنشاط عقب مرحلة الصدام الأولى في عام 1954 مع النظام جمال عبد الناصر فسافر إلى جينيف في عام 1958 وحصل على الجنسية السويسرية ليبدأ من هناك تأسيس قواعد ما يعرف الآن بالتنظيم الدولي للأخوان وجد أن أوروبا ألمانيا ثم سويسرا ممكن تكون فيها جو أكبر وحرية أوسع لممارسة مشار الدعوة فتوجه إلى ألمانيا ثم سويسرا دولت شكله النواة مهمة جداً في تأسيس العديد من التنظيمات الخارجية سواء داخل المحيط العربي والإسلامي أو داخل المحيط الأوروبي والأمريكي عام 1961 وبدعم من المملكة العربية السعودية أنشأ سعيد رمضان بعد استقراره في سويسرا المركز الإسلامي في جينيف وهو المركز الذي شهد في بداية الثمانينيات وضع لائحة المبدئية للتنظيم الدولي ليعقبها خلال ثلاث سنوات إنشاء مراكز أخرى في ميونيخ ولندن ليصبح سعيد رمضان مسؤول الأخوان الأول في أوروبا المملكة العربية السعودية وخصوصاً إيام الملك فيصل كان لها إسهامات في العديد من المراكز سواء بيجيرها إخوان أو سلفيين أو بعض الجهاديين أو ناس عاديين ما لهم في انتماء أو ناس ما من العرب أو من غير العرب وانتشرت المراكز الإسلامية في كثير من البلدان الغربية بمساعدة من المملكة العربية السعودية ومن الكويت ومن غيرها ركز سعيد رمضان من خلال المركز الإسلامي في جنيف وميونيخ على الوافدين من الطلبة العرب والمسلمين وبدأ في تجنيد هؤلاء الطلبة لصفوف التنظيم فوسع نشاطه في ألمانيا التي كانت تستضيف جالية تركية كبيرة لتتحول ميونيخ مع جنيف ولندن إلى أهم المدن الأوروبية التي تشهد نشاطا مكثفا للأخوان النقطة المفصلية هنا هي نقطة الستينيات شهدنا في هذه الفترة تجمع عدد من الطلاب داخل أوروبا لتأسيس كينات تمارس العمل الإسلامي وفقا للمفهوم الإخواني ظلت أنشطة الإخوان داخل مصر عقب مرحلة الشتات الأولى في منتصف الخمسينيات ومطلع الستينيات مجمدة إلى أن وقع الصدام الثاني بين الجماعة ونظام جمال عبد الناصر على خلفية تنظيم خمسة وستين الذي اتهم أعضائه بمحاولة إحياء نشاط النظام الخاص في الداخل المصري فحكم على قيادات الجماعة إما بالمؤبد أو بالإعدام وكان على رأسهم سيد قطب الذي تحولت كتبه معالم في الطريق وفي ظلال القرآن كأهم مراجع تبرير ممارسة العنف سواء داخل الإخوان وجماعات التكفير الأخرى في مصر والعالم توفي جمال عبد الناصر في سبتمبر عام 1970 وبدأت بعدها جماعة الإخوان مرحلة جديدة مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي أخرجهم من السجون وسمح لهم بحرية الحركة والعودة من الخارج بل والنشاط الدعوي والسياسي دون قيود وصل الأمر إلى استخدامهم لضرب التيارات الناصرية والاشتراكية السادات بيعاني من المجموعة الاشتراكية بارزة الفكر والسياق اللي حوالين عبد الناصر زي سامي شرف وعلي صبري رحم الله الجميع فأراد أنه يستفيد بالتيار الإسلامي عموما سمحت حقبة السبعينيات لقيادات الإخوان بلملمة شتات الجماعة في الداخل المصري والتفكير في كيفية ربط فروعها في الأقطار المختلفة مع بعضها البعض داخل إطار تنظيمي دولي مترابط له خطط ورؤى محددة في فترة السبعينيات خرج بقايا من الإخوان المسلمين خليلين جدا في مصر لكن هذه البقية استطاعت أن تمد أجنيحتها إلى جميع الذين هجروا من مصر في فترة الرئيس عبد الناصر وهنا بدأت أول اجتماعات هذا التنظيم على شكل لقاءات في موسم الحج كل سنة من 75 ل 80 تقريبا التنظيم ربما يمكن سعى إليه الإخوان أمثال مصطفى مشهور كمال السنانيري أحمد الملط أستاذ عمر التلمساني في بداية أو منتصف السبعينات من القرن الماضي وقف خلف هذا التنظيم ما يعرف باسم المجموعات السقورية داخل التنظيم من أبناء سيد قطب داخل الجماعة وهناك بعض الأشخاص الذين ساعدوا في نشر الفكرة وهم مراقب الأقطار المختلفة الممثلة في هذا التنظيم وبعض الوسائل الإعلامية المشاركة إلى جانب الإخوان ومنهم كمال هلباو المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين في الغرب وصلت الإعلاقة بين الجماعة والسادات لحالة من الصدام فكان مرشد الجماعة حين ذاك عمر التلمساني ومعه قيادات أخوانية ضمن قائمة المقبوض عليهم فيما عرف فيما بعد بعد تقالات سبتمبر عام 1981 إن جمعنا كلنا تقريبا في السجون اللي هي الشخصيات القيادية وكان من ضمن أحد الشخصيات المهمة بالنسبة الإخوان الأستاذ مصطفى المشهور الذي صار فيما بعد مرشدا عاما للإخوان فاتصل مه الإخوان كان هو أظن في الفترة دي في تركيا فقالوا له يا أستاذ مصطفى مجيش لأن لو جيت حيتقبض عليك وحتبقى مشكلة عند اغتيال الرئيس السادات سافر قبلها بأيام عدد من إخوان التنظيم الخاص في مصر الذين لهم قوة تدريبية وقوة تنظيمية إلى هاربين من عملية الاعتقالات التي تمت بناء على قرار السادات أو بعد اغتياله كان على الرسول طبعا الحج مصطفى مشهور أقواهم أقوى لإسمه يعني لكن في مجموعة كبيرة ومنهم محمود عزت أيضا كان الإسم التالي له وعدد يصل إلى الخمسين أو الستين من مصر سافروا إلى الخارج كانت فرصة بقى في واحد وتمانين للاستاذ مصطفى أنه هو يمر على كافة تنظيمات الإخوان في اليمن وفي المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت فضلا عن الإخوان الموجودين في أوروبا وفي أمريكا وتمكن الرجل من أنه هو يعمل نوع من التوحيد إذا جاز التعبير في الفكر وفي الوسائل وفي الأهداف وما إلى غير ذلك بعد اغتيال السادات وتولي مبارك الحكم كانت كوادر الجماعة في الخارج بقيادة مصطفى مشهور وسعيد رمضان قد نجحت في وضع اللائحة الأولى للتنظيم الدولي للأخوان عقب خروجنا من السجن في يناير وما تلاه بلعنا بالفعل نجهز نفسينا لحضور مجلس الشورى العالمي وكذلك مكتب الإرشاد يعني أنا بتصل بي أستاذ عمر تلمساني رحمة الله يعليه سنة 83 وقال لي يا محمد جهز نفسك علشان حنسافر لسويسرا ومن سويسرا إلى أمانيا وحيبقى هناك اجتماع لمجلس الشورى العالمي اللائحة الأولى للتنظيم الدولي كانت في العام 82 اللائحة طبعا قدت مساحة أكبر إلى القيادة المصرية للتنظيم يعني هو أعضاء مكتب الإرشاد الدولي 13 فرد منهم سمانية مصريين وخمسة من الأقطار المختلفة بسبب أن مصر هي دولة المنشأ بالنسبة للإخوان وأيضا عمق التجربة فضلا عن الكثافة العددية للإخوان أعلى من كثافة الإخوان في أي قطر آخر فكانوا بيفضلوا أن يقدموا أن يكون المرشد من مصر واللائحة بتنص على أنه يبقى تمن أعضاء من 13 أي من مكتب الإرشاد العام يكونوا من البلد اللي هو بيبقى فيها المرشد حتى يتسنى لو أنه هو لا استطاعش الخروج يبقى من خلال وجوده في بلدي أن يأخذ القرار المناسب بالنسبة للتنظيم الدولي أصبحت كافة فروع الجماعة في البلدان المختلفة ممثلة داخل إطار التنظيم الدولي الوليد وتقام اجتماعات دورية لهم بانتظام في إحدى العواصم الأوروبية أو الإسلامية بداية السمانينيات بدأت الجماعة تطور من هيكلها الداخلي بما يسمح بالتمدد الأفقي للتنظيم بدلا من فكرة التمدد الرأسي تفتق زهن الجماعة في هذا الوقت عن تأسيس كينات فوق قطرية تسمى الأجهزة وظيفة هذه الأجهزة هي الإشراف على برامج الأقسام الشبيهة لها داخل الأقطار التنظيم الدولي عبارة عن مكتب إرشاد عام بيجتمع كل شهر تقريبا مرة مجلس شورى أيضا بيجتمع كل ثلاث شهور وأمانة وبيتفرع عن مكتب الإرشاد العام عدم من الأجهزة زي التخطيط والسياسي وجهاز الأخوات ونشر الدعوة وأسر والتربية وما إلى غير ذلك مع مطلع التسعينيات بدأت الجماعة تفكر في وضع استراتيجية جديدة لتحركاتها العالمية فاستبدلت فكرة الانتشار بفكرة التمكين نحن يمكن في عام 92 اجتمع مجلس الشورى التنظيم الدولي على مؤثر كان في ميونيخ ألمانيا وأقر استراتيجية عامة وهي أنه يبقى فيه السعي من الإخوان بشكل عام لما يمكن أن يطلق عليه الاتحاد كونفيدرالي هناك جهاز مستحدث اسمه جهاز التخطيط جهاز التخطيط هو بمثابة العقل المفكر للتنظيم الدولي يعني هذا الجهاز يعمل على وضع الخطط المرحلية للوصول إلى مرحلة تمكين أعضاء التنظيم بالأقطار المختلفة من الوصول إلى سدة الحك عبر خطة بيتم تحدثها كل أربع سنوات أنه يسعى كل تنظيم إخواني قطري في بلده للوصول إلى الحكم عن طريق الممارسة الديمقراطية فإذا استطاع الإخوان وكانت هذه توصية أنهم يسيروا في خطوط متوازية أنهم يصلوا إلى الحكم يبقى الخطوة كل في بلده يبقى الخطوة التي تلي أنه يبقى فيه اتحاد كونفيدرالي لم تستطع جماعة الإخوان إخفاء خطة التمكين أو استراتيجية الوصول للحكم التي أقرها التنظيم الدولي في اجتماع ألمانيا ففي النفس العام أحيل القيادي الأخواني خيرة الشاطر للمحاكمة في القضية التي عرفت إعلاميا بقضية سلسبيل بعد أن ضبط الأمن المصري داخل منزله وثائق خطة الجماعة للاستيلاء على الحكم دفعت خطة التمكين الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك إلى تغيير تعامل الدولة مع جماعة الأخوان وتنظيمها الدولي من خلال تقييد حركة قيادات الجماعة في مصر والحيلولة دون حضورهم لاجتماعات التنظيم الدولي الإخوان فعاد مبارك كان هناك لعبة زي لعبة الأرد والفار من ناحية وكان هناك مبدأ بينهم مبدأ المشاركة للمغالبة والمشاركة دي النظام بيقول أنا اللي حددت مش الإخوان اللي حدده ولا الشعب اللي حدده استفاد الإخوان بهذه اللعبة في الحركة الواسعة فلما كان بيحضر سفر مثلا مهد عاكف غيره بيسافر يحضر سفر أبونا أبو الفتوع غيره بيسافر فكان بيبقى فيه باب مفتوح دايما مع الأمن ومع النظام في هذا الإطلاق التنظيم الدولي كان يعني محدود الإمكانات متواضع النشاط قبل أن يصل الإخوان المسلمون إلى الحكم وده بسبب مشكلة إحنا كنا نسميها زمان مشكلة الانكفاء القطري ثم المشكلة الأخرى وهي كل تنظيم إخواني في أي قطب أكتر عادة ما يكون منشغلا بالمشكلات بتاعته في بلده كان لأحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 تأثيرا كبيرا غلاء نظرة المجتمعات الغربية للتيارات الإسلامية المتطرفة فأصبحت جميع المراكز والجمعيات التابعة للحركات الإسلامية في الغرب تحت المجهر الاستخباراتي والإعلامي التضييق ما كانش يستهدف الإخوان المسلمين والإخوان لم يشعروا بأي خوف من هذا لأن ليس لهم علاقة بأحداث سبتمبر كانت الصورة واضحة إنما إخوان أمريكا بشكل خاص خضعوا لمراقبات كل المسلمين وكل المراكز الإسلامية بتوجهات المختلفة خضعت لمراقبات شديدة وأحيانا تضييقات شديدة واستجوابات من الـ CIA المركزية الأمريكية المباحث ومن الـ FBI ومن الـ Homeland Security ومن غيرهم من أجهزة على خلاف ما يتصوره الكثيرون كانت أحداث 11 سبتمبر بمثابة مفتاح جديد للعلاقات الدولية بالنسبة للتنظيم الدولي ساعدت أحداث 11 سبتمبر الحكومة الأمريكية ومعها الحكومات الغربية على تبني استراتيجية جديدة لإدماج الحركات الإسلامية في الحكم ومن ثم تمكينها من أجل مواجهة الجماعات المتطرفة كتنظيم القاعدة وهو ما عبر عنه ريتشارد هاس مدير قسم التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الأمريكية في خطابه الشهير عام 2002 أمام مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن والذي دعا فيه إلى ضرورة تدح المجال بشكل أوسع للحركات الإسلامية مؤكداً أن واشنطن لا تخشى وصولهم للحكم وهو ما عبر عنه أيضاً بعد ذلك في عام 2005 الاتحاد الأوروبي في الاستراتيجية التي أقرها حول مكافحة التطرف والتجنيد للإرهاب وشجع فيها دول الاتحاد إلى الانخراط مع التنظيمات الإسلامية سعاد حصول أخوان مصر على 88 مقعداً في برلمان 2005 قيادات التنظيم ممن أصبحوا نواباً في البرلمان على السفر للخارج لحضور اجتماعات التنظيم الدولي دون مضايقات سواء كانت في أوروبا أو إحدى الدول الخليجية يمكن في مرة وحيدة اجتمع مجلس أو مكتب الإرشاد في الكويت لكن كنا أيضاً بنجتمع مثلاً في المملكة العربية السعودية أثناء فترة الحج يعني منتهز فرصة أنه الناس كلها موجودة والأمن منشاغل وإلى آخره فالمكتب الإرشاد كان بيجتمع ومجلس الشورى كذلك مجبس من أعضاء البرلمان من ينسبح له كان بيجي يشارك اللي يقع عليه الاختيار كان بيجي يحضر برلمانيين وغير برلمانيين للأنشطة المختلفة في إطار التنظيم العالمية بالتاجي وغيره من الناس وعبد المين عبو الفتوح كان بيجي وعصام الأريان بيجي وعاكف بيجي وكتير من الناس اللي بيسمح له وابو العيلة ماضي كان بيجي حتى بعد ما طلع بحزب الوسط في الاجتماع بتاع مجلس الشورى بيحط المجلس ككل بكافة الأنشطة اللي موجودة لهذا التنظيم أو ذاك في الدولة دي أو تلك وبالتالي بيتطرق الحديث للصعوبات والعوائق وللمشكلات والتحديات اللي بتوجه هذا التنظيم سواء من قبل الحكومة أو نظام الحاكم أو من قبل الحركات الإسلامية الأخرى خلال الخمس سنوات الأخيرة من رئاسة مبارك دخل المشهد السياسي حالة من الترقب وكانت كل الدلائل تشير أن حقبة مبارك التي استمرت لأكثر من ثلاثين عاما أو شكت على الانتهاء فكانت ثورة الخامس والعشرين من يناير شعرت جماعة الأخوان بعد ثورة يناير أنها قد اقتربت من تحقيق استراتيجية التمكين فبدأت قيادات التنظيم الدولي تعود إلى مصر كل الناس قدت مش بس الإخوان حتى الجماعات المتشددة قدت وأسقطت الأحكام أو بعض الأحكام ورجع الناس كلها مش بس الإخوان المسلمين أنا واحد من اللي رجعوا بعد 25 يناير رجعت بعد شهر ونص حصدت الجماعة أغلبية مقاعد برلمان 2012 ووصل مرشحهم محمد مرسي إلى مقعد الرئاسة وبدأ للجميع بمن فيهم تنظيم الأخوان في الدول المختلفة أن مصر قد دانت لمكتب الإرشاد حين ذاك في حي المقطم بالقاهرة بعد أن وصل الأخوان في مصر إلى سدة الحكم في الواقع أنه ده ألهب شعور وحماس الإخوان في كافة الأقطار أنهم يبدأوا ينشطوا ويبدأوا يتحركوا لكي ينفذوا بقية الخطة الاتحاد الكنفدرالي المستقبلي بصرف النظر بقى عن نظم الحكم القائمة وهل حترضى بهذا أو إلى آخر خلال العام الذي قضاه الإخوان المسلمين في الحكم كانت مراكز وجمعيات وشركات التنظيم الدولي في أوروبا وأمريكا تتحول إلى ما هو أشبه بشركات العلاقات العامة التي تحاول وقتها تبيض صورة رجلهم في الحكم وبالتالي فتفتح بقى هي الباب على مصرعيه للتنظيم الدولي أنه يتحرك وينشط ويبقى له أذرع في بريطانيا وفي تركيا وهنا وهنا الكل بيخطب ويند الإخوان وصل الأمر إلى ما لا يتصوره إنسان شركات تنشأ حاجات إعلامية قنوات تلفزيونية وإلى آخره خرجت الملايين من الشعب المصري في الثلاثين من يونيو عام 2013 تطالب بإسقاط حكم جماعة الإخوان بعد عام واحد من سيطرتهم على السلطة وكان دافع المصريين في الثورة على حكم الأخوان انتهاجهم لسياسة الإقصاء والتهميش للقوى المجتمعية وسعيهم لأخوانة مؤسسات الدولة هدف السيطرة التامة عليها هذا بجانب شعور الجماهير المصرية أن الديمقراطية بالنسبة لمكتب الإرشاد ورئيسهم في الاتحادية لم تكن سوى سلم تصعد من خلاله الجماعة للحكم فتفرض مشروعها الديني بما يخالف هوية المصريين وثوابتهم الوطنية هذا بجانب الانهيار الاقتصادي الذي شهدته البلاد كما رهبت المعارضة وتم استخدام العنف تجاه المعارضين فكانت الثورة على حكمهم أمر حتمي لتبدأ بعدها الجماعة في مرحلة الشتات الثالثة من تاريخها وكانت وجهتهم هذه المرة تجاه تركيا وأوروبا وأمريكا ودولة قطر الألوف التي هربت بمن فيها من كفاءات وقدرات استطاع تنظيم الدولي أنه يجندها استطاع تنظيم الدولي أنه يستثمر وجودها ونحن نرى أن الناس تسافر بولايات المتحدة الأمريكية وتقعد مع الكونجرس وتقعد مع فلان وتقعد مع إيرلان يعني الباب مفتوح ليه؟ لأن الإطاحة بحكم الإخوان في مصر كان بالنسبة للإدارة الأمريكية الإطاحة بأحلامها ومشروعها في المنطقة كانت الفترة التي تلت الثلاثين من يونيو من إسقاط حكم الرئيس المعزول محمد مرسي من أصعب الفترات التي مرت بها الجماعة فبعيدا عن حضرها للمرة الثالثة منذ نشأتها إلا أن أعمال العنف التي قام بها أعضاء الجماعة سواء ضد أهداف أمنية أو مدنية كانت بمثابة جرس إنذار للدول الغربية لمراجعة أيدولوجية وأفكار الجماعة كالحكومة البريطانية التي يبدو أنها وعت لخطورة التواجد المكثف لشبكة الأخوان في لندن وعبر المملكة المتحدة كان هذا الجزء عن نشأة ما يسمى بالتنظيم الدولي وفي الجزء الثاني من هذا التحقيق سوف نأخذكم إلى العاصمة البريطانية لندن لنكشف معا بالصوت والصورة شبكة التنظيم الدولي للأخوان هناك وخلفيات تقرير حكومة ديفيد كاميرون الذي صدر في ديسمبر عام 2015 حول أنشطة التنظيم في المملكة المتحدة اشتركوا في القناة